ولفت الرئيس السيسي إلى أن ذكرى نصر أكتوبر تحل هذا العام في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة يشهدها محيط مصر الإقليمي وأشار رئيس السيسي إلى مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من موقع القدرة والقوة والقناعة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية يحل علينا هذا العام نصر أكتوبر في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة يشهدها محيطنا الإقليمي تؤكد لنا من جديد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السلام وردع أي محاولة للتفكير في الاعتداء عليه ومن هذا المنطلق فإن مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبعه من موقع القدرة والقوة والقناعة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية والتخلي عن أوهام التوسع وسياسات العداء لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة وتجنيب الأجيال القادمة وإلاءة الصراع ترجمة نانسي قنقر